رحل عن عالمنا رجل عظيم بحق تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات إنه رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل الذي كان على قدر المسئولية الصعبة بهذه الكلمات نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص الحزن والأسى رئيس الوزراء السابق قائلا إنه كان رجلا فاضلا من خير رجال مصر وتجسد فيه ضمير هذه الأمة وأكد رئيس السيسي أنه لم يرى من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء مترفعا عن كل المكاسب لا يبتغي أي شيء إلا مصطحة وطنه وشعبه ولد الشريف إسماعيل في السادس من يوليو عام 1955 وشغل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر عام 2015 حتى يونيو عام 2018 وقبلها عمل وزيرا للبترول من يوليو عام 2013 حتى سبتمبر عام 2015 وكان آخر منصب تقلده هو مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ الرابع عشر من يونيو عام 2018 تخرج المهندس الشريف إسماعيل في قسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس في عام 1978 ثم عمل مهندسا في البحث والاستكشاف حتى عام 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية كما شغل منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز من عام 2000 حتى عام 2005 ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس من عام 2005 حتى عام 2007 ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول من عام 2007 حتى عام 2013 تقدم شريف إسماعيل باستقالته بسبب المرض في الخامس من يونيو عام 2018 بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وبعد صراع مع المرض توفي مساعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل عن عمر الناهزة 68 عاما